اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فيجب في حق الرجال والنساء ان لا يحتنهم الا من كان ذا خبرة وحذر لان المسألة خطيرة ولا جوز ان نكر الختان الى كل واحد ثم الختان ينبغي ان يكون في سن مبكرة قال الفقه رحمه الله يكون في اليوم السابع فما بعده وكلما تقدم فهو افضل و احسن وذلك لان الصغير يتعلم من الختان تعلما حصيا لا قلبيا والكبير يتعلم تعلما حصيا وقلبيا فيتأخر البر بخلاف الصغير وقولي انه يتأخر البر لانه من المشاهد المعلوم ان الانسان اذا انسرق بنفسه الى الجوح الذي فيه فانه يتعلم واذا غفل عنه فانه لا يحسن وهذا شيء مشاهد فالكبير اذا خذنا سوف يكون قلبه متعلما وسوف يكون جسمه متعلما فيشكني عليه الالمان اما الصغير فانه لا يتعلم الا تعلما جساديا فقط ولهذا قال العلماء ينبغي ان يفادر الا انهم كرهوا ان يكون في اليوم فيما قبل اليوم السابع كرهوا ان يكون فيما قبل اليوم السابع قالوا لانه يخشى على الطفل واذا كانت هذه العلة فانه في عهدنا الان لا يخشى عليه فتنتفي الكراه ما دامت المسألة معللة بعلة انتفت فان الحكم يدور مع علتي وجودا وعدل اما المرأة اما العنثى فانه لا يجب تانه ولكن اختانها افضل ويجب ان يكون من امرأة حاذقة فان لم توجد امرأة فمن رجل ولا بأس لان الطفل الصغير ليس لعرتي فاذا التقل فما معنى التقع الختانين ختان الذكر منتهى اول الحشب من ميال القضي وختان المرأة ختانها ايضا داخل الطفل لانه تقطع اللحمة والجلدة التي تعلق الفرج على وجه معروف عند الخاتنا فلا يمكن ان يلتقع الختانان الا بتغييب الحشب فاذا غيب الانزال الحشب في فرج العنثى وجب الغسل سواء انزل ام لم ينزل وبهذا نعرف ان الغسل يجب بواحد من امرأة اما الانزال مطلق حتى ولو كان بتبكين واما الالاج مطلق سواء انزل ام لم ينزل وقوله الله سلام اذا جلس بين شعبها الاربع اذا جلس بين شعبها المراجب الشعب الاربع اليدان والرجلان لانها اي اليدان والرجلان الاربع لمنزلة شعب الشجرة وهو كناية عن جماعي نعم نعم اشتركوا في القناة